هكمل مع حضرتكم الدوري انا عمل لكم كده ايه ملخص كده اللي حصل في الثلاثة اسابيع اللي فاتوا فيه الدوري الممتاز الزمالك الزمالك الموسم ده الناس بدأت تتشائم تقلق انا قلت خلال حلقات المضاية ده ممنوع ده ما ينفعش يحصل ليه ما ينفعش يحصل ليه ما ينفعش تشائم ليه ما ينفعش تقلق على مستقبل نادي الزمالك الموسم ده انه هو عنده راجل ده مدير فني كبير جدا وخبير ومحترم واحد من احسن المدربين اللي في الدولة وعنده لعبين مميزين وعمل عليها تدعيمات كمان بلعبين مميزين تعصر في كأس السوبر وخسارة من النادي الاهلي وتعصر بتعادل قدام انبي كل الامور دي طبيعية ومنطقية ومنطقية ومنازمة الكلام على انبي في انبي فعلا قدام نادي الزمالك عمل مباراة كبيرة تحديدا الشروط التاني ودي نقطة مهمة يا جماعة لازل تبقوا فاهمينها الاهلي والزمالك تحديدا ما تتعملوش معاهم ان المنافسين اللي قدامهم نازلين يتغلبوا زي زمان لا المنافسين اللي قداموا قدام الاهلي والزمالك دلوقتي عندهم عناصر كويسة عندهم اجهزة فنية محترمة فالمباراة المباراة حرفيا بتبقى 50-50 هتقول لي 50-50 اهلي وزمالك اللي عام معاي فرقة يبقى 50-50 زي ما في اسبانيا بيبقى 50-50 زي في انجلترا 50-50 هتقول لي لا بس ما فيش الكلام ده هقولك ما فيش مدرب في العالم او فرقة في العالم دلوقتي نازلة ضبنا اي مطش في الكون ما بقى انت بقى في الدور المصري اللي العناصر كلها قريبة من بعض الشبه بعض فطبيعا ان الامر يبقى 50-50 فلو فرقتك تعصرت اما اتكلم على جميل الاهلي والزمالك تحديدا اعرف ان المنافس بتاعك هيتعصر ايضا عشان هو بيلعب قدام فرق جاهزة فرق عنده عناصر مهمة واجهزة فنية محترمة زي ما حصل للزمالك قدام انبي انبي عمل مباراة محترمة قدام الزمالك تحديدا في الشوت التاني الشوت الاول حاول ولكن الشوت التاني كان افضل انبي عمل شوت تاني محترم جدا وهي دي الكورة ليس تقليلا في نادي الزمالك او ان الزمالك مقدمش مباراة جيدة او انك تبدأت الشام كمشجع للزمالك تقول ان الزمالك كده مش هيكمل لا لازم تحط في اعتبارك ان كان فيه منافس عمل مباراة محترمة ترجمة نانسي قنقر